السلام عليكم تتبعين قناة كوكين ميت زكية مطبخة زكية اليومي ان شاء الله اجبت لكم الوصفة الكتفة الخروف المحمرة في فرن معها الخضيرة مبخرة ومسطية جميع المراحل ومفصلة ومبسطة تجي رائعة في الماضق ومعا تشوفوا معي الطريقة للنجاح في الخضرة انك تبخرة وتسطيها وفي نفس الوقت تحافظ على اللون دياله متبهد شي وتجي في المنظر دياله رائعة واحتف الماضق تجي مزيونة ستتبعوا معي الفيديو تالاخر ستتشوفوا الطريقة كاملة بحال دائما لا تشترك شي في القناة تشترك فيها وتضغطوا على زر الجرس لتوصلوا بكل جديد وطبعا اعجابكم وتعليقاتكم وتشاركوا الوصفة مع اصحابكم ونخليكم مع الطريقة عندنا الكتفة الخروف فهذا الخريف غير صغير لم يصل العم نقدروا نطيبه دائما لا يحتاج شي انه نطيبه في طنجرة عندنا نملوف الفررر هنا نحاول نلغي شي فتحة صغارين باش ندخل فيها التوابل هات شكل هذا غير بالموس هاتي ضليعة صغيرة يعني غير شرب لقامة تقدروا ان تجيبوها مع قطع ديال مع الحساير مع الضلوع يعني تجيبو الكتفة مع الضليعات انا الغزار قطع غير هيدا غادي نكتفي بها غير هيدا ولكن انت مع الضلوع ديالك ودوه خمسة دول rural ثم نضف الملح شعور احد زيار صوب الترخز واحدة مغرفة صغيرة عمراء واحدة مغرفة ونصد شويفة وانت 1 العملاء هذا ي Jeepых وذيكون عندد ضليعة епites ارطائي زيت البليا مخلطة مع زيت روميه تقريبا نصف كس و هناك قليل الماء لنخلطه به هذه التطبيلات التي نعملها في الضلعة يجب أن نبزر طرق ولكن هذه التطبيلات تجمزونه وتجيل مدقة رائع سوف ندهن الكتفة كاملة سوف ندهن اليوم سوف نبيتها في السلاجة ثم نضغطها سوف نضغطها في السلاجة سوف نضغط كلها سوف نضغط زيت نبيت نعملها في اللاطا و نعملها في التلاجة اللاطا عملتها في الومنيوم حيث عملت ورق الطبخ ورق الشمع لا تجعل اللحام في الكنتاكت مباشر مع اللحام سيقوم بأليمنيوم سيقوم بتعرض العفية فالالومنيوم كونتاكت مباشرة نعمل هنا قليلا نعملها في الماء تقريبا كما يُطيبني الربو لتجعل الرجلة او تضلع الكتفة تجعل طبخة فالربو ليتجعل التفضل لنجعل الفرن الربو ليتجعل تضلع الكتفة بالنسبة للخضر نستعمل هذه الأختيار هي بروكلي قسمتها في النصف قطع الوريدات صغارين لبيا خضراء بصيلة صغيرة قطع قطع صغارين المقطع طويلة ومقطع مدورة بصيلة صغيرة قطع قطع صغارين البطاطا نقطع قطع صغارين نضيف القشرة الخضرة نضيفها على صغيرة و نضيفها نضيفها على صغيرة و نضيفها نقطع جهة الفقانية نقطع جهة الفقانية كل هذه التقشرة الخضرة في نفس الوقت نضيفة نضيفه نفره ننطقة جهة الفقانية نقطع جهة الفقانية قطع الطريفات هذا الشكل ولكن بطريقة تقطع نبدأ بالخضر خضر 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 نصد الليموناء الخضراء الأولانية نقذ 3 أو 5 دقائق و هنا تقريبا 3 دقائق يجب أن تقوم بشكل طبقات و أصبح خضراء الثانية و فوق أخرى لا تقريبا 3 دقائق يساعد نضيف بروكلي وشيف لور و الكيلة فلور و القريعة خضيدرة نضيف 7 دقائق خضرة تهيرة و لا يمكن أن نضيف بخضرة و لا يمكن أن نضيف بخضرة مرية و لا يمكن أن يبهج هذا الشامبيون نضيفه على جنب المواد الحفيدة الخضراء زيتون مكعبات والزبدة الزبدة الخضراء المفتل المفتل بارد المفتل الزبدة 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 ثم الزبدة 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 ثم نضيف القرعة نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح التوم يدرسه تحرق كامون لأنه يحرق تخرج فعندك الربيع التوم كامون نضيف الملح من نفس الطريقة نضيف الملح بطلقة بحضرت نضيف بصيلة والروجة نضيف ملح 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 اضع الفرن وغطيها بشي فوطة اضع الفرن بالألمينيوم والفوطة لكي تصبح الحماية ارتطباء هنا كل شيء يوجد واجد وضع التباصل لدينا وقام باليوز خزة وشامبينون جبن وزيتون اضع الفرن بالألمين سوف نبدأ الخضير اضع الخضير بالتطاع اضع الفرن بالألمين اضع الطائرة شامبينون كل واحدة تفنن المفاصلة من المفاصلة من الدكور يتم تدريباً فشي امرج ورغبة من المفاصلة نحاول مفاصلة من المفاصلة دكور يجب أن تكون مفاصلة من المفاصلة سوف نغطي بطريقة مغرسة والضلعة فى مغطية نغطى بطريقة بطريقة نغطي بطريقة مغرسة ونغطي بطريقة مغطية نحن نضيف الخضراء 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 وعطيتكم الجميع الأفكار اللي عندي اللي كنستعمله ما تنسوش فحل دائما تشتركوا في القناة وتشاركوا الوصفات مع صحبكم ورأيكم دائما كنستنى شكرا